هيا 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 نقرأ دوما 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 بالعلم نرحى هيا 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 نقرأ دوما 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 بالعلم نرحى السلام عليكم ومرحبا بمتتبعي قناة هيا نقرأ وحصة جديدة من واحد الكلمات العربية للسنة الرابعة من التعليم الابتدائي والصفحتين مئة وإثنان وخمسون ومئة وثلاثة وخمسون إذن لنبدأ على بركة الله والقراءة الوظيفية الغابة لن عندنا هنا أتهيأ للقراءة أذكر أهم ما أعرف عن الغابة ثم ألاحظ أتوقع ألاحظ الصورة وأقرأ العنوان ثم أكمل شفهيا الخانة بالخبر الذي أتوقعه إذن بالنسبة لأتهيأ للقراءة أهم ما أعرفه عن الغابة أنها عبارة عن أشجار عالية وكتيفة وهي مهمة في تلطيف الجو والهواء النقي ممارسة الرياضة في هوائها الطلق وكذلك تحمي التربة من التعرية بالنسبة لألاحظ وأتوقع عندنا الغابات ممكن أن نقول مثلا الغابات مهمة في حياة الإنسان إذن لنحاول قراءة النص لنفهم جيدا الموضوع إذن أقرأ بطلاقة الغابات ليست الغابات مجرد مجموعة كبيرة من الأشجار التي تنمو على مساحة واسعة من الأرض بل هي نظم بيئية منيئة بالحياة توفر مساكن للملايين من البشر والحيوانات والحشرات والأشجار والفطريات والكائنات المجهرية كما أن أرضيتها تكون في كثير من الأحيان مغطاة بالأوراق اليابسة والأغصان والأشجار الساقطة والمخلفات الحيوانية والطحالب وغيرها من المواد العضوية تختلف الغابات تبعا لطبيعة مناخ وطقس المناطق التي توجد فيها فالغابات الاستوائية مثلا من أشهر أنواع الغابات في العالم وهي نوعان الغابات الجافة والغابات المطيرة فالجافة هي التي توجد في مناطق ذات مواسم الجفاف وعادة ما تتكون هذه الغابات من الأشجار النفضية وهي التي تفقد أوراقها موسميا أما المطيرة فهي التي توجد في مناطق يكون مناخها حارا ورطبا على مضار السنة وتمثل غابات الأمازوني بأمريكا الجنوبية أشهر هذا النوع من الغابات كما أننا نجد أنواع من الغابات تبعا للنشاط البشري منها الغابات الأولية وهي التي تنمو بها أنواع الأشجار الأصلية فقط دون أن تطالها يد الإنسان بالتغيير وهناك الغابات المزروعة وهي التي زرع البشر فيها الأشجار للحصول على الأخشاب والمنتجات غير الخشبية كالألياف ثم الغابات الطبيعية وتتكون من الأشجار الأصلية التي أدخل عليها البشر أنواع أخرى من الأشجار المغروسة وهي تشكل أكثر من نصف مساحات الغابات في العالم تلعب الغابات دورا هاما في الحياة فبالإضافة إلى ما توفره من الغذاء والخشب والدواء فإنها تساعد على التنفس بما توفره من هواء نقين كما تعتبر مكيفات هواء طبيعية تسهم في تلطيف الحرارة بظلالها وامتصاصها لثاني أكسيد الكربون المغد للاحتباس الحراري وفضلا عن ذلك فالغابات تسهم في صيانة المياه وتحسين نوعيتها بتصفيتها من الملوتات وتساعد على تماسك التربة وحمايتها من التعرية والانجرافي بفعل الأمطار والرياح إذن ننتقل إلى أسئلة الفهم والتحليل أفهم وأحلل أولا أستخرج من النص أضضاد الكلمات الآتية عندنا كلمة ضيقة تتفق ملوت إذن عندنا كلمة ضيقة ضدها واسعة وتوجد في الفقر الأولى من النص تنمو على مساحات واسعة من الأرض ثم كلمة تتفق ضدها تختلف في بداية الفقر الثانية تختلف الغابات تبعا لطبيعة مناخ وطقس المناطق التي توجد فيها ملوة ضدها نقي وتوجد في الفقر الرابع والأخير من النص بما توفره من هواء نقي ثانيا أحدد مراضف الكلمة المكتوبة بلون مغاير في كل جملة إذن عندنا هنا جمل سنلاحظ مراضف الكلمة المكتوبة باللون الأحمر في هذه الخانات المقابلة لهذه الجملة عندنا الجملة الأولى دون أن تطالها يد الإنسان إذن هنا تطالها هل تعني تمسكها أم تصافحها أم تبلغها إذن الجواب الصحيح هي دون أن تبلغها يد الإنسان الجملة الثانية تسهم في صيانة المياه هل هي في إصلاح المياه أم حماية المياه أم إفساد المياه إذن صيانة تعني حماية إذن الخانة الثانية هي الجواب الصحيح الجملة الثالثة تلطيف الحرارة بظلالها هل هي تخفيف أم مقاومة أم إخفاء إذن الجواب الصحيح هو الخانة الأولى تخفيف الحرارة بظلالها إذن ننتقل إلى السؤال الثالث بما عرف الكاتب الآتي الغابات الغابات المطيرة ثم الغابات الطبيعية إذن إجابة عن السؤال الثالث الغابات هي نظم بيئية مليئة بالحياة ثم الغابات المطيرة تعرفها الكاتب بأنها هي التي توجد في مناطق ذات مناخ حر ورطب بالنسبة للغابات الطبيعية هي ذات أشجار أصلية وتشكل أكثر من نصف مساحة الغابات في العالم رابعا أعلن من النص الأفكار الآتية عندنا الغابات ليست مجرد مجموعة مجموعة أشجار ثم الغابات مختلفة تبعا للمناخ ثم للغابات دور هام في حياة الإنسان إذن لنعلن عن هذا من خلال النص إذن للنسبة للإجابة عن السؤال الرابع الغابات ليست مجرد مجموعة أشجار إذن معللة من خلال الفقرة الأولى حين قال الكاتب ليست الغابات مجرد مجموعة كبيرة من الأشجار بالنسبة للغابات مختلفة تبعا للمناخ في الفقرة الثانية حين قال تختلف الغابات تبعا لطبيعة مناخ وتقصي المناطق التي توجد فيها للغابات دور هام في حياة الإنسان وتوجد هذه الفقرة في الفقرة الرابعة تلعب الغابات دورا هاما في الحياة إذن ننتقل إلى خامسا أستخرج من النص بعض الكلمات التي تشكل شبكة المفردات الخاصة بالغابة والسادسا أستدل من النص على أن الغابة فضاء للحياة إذن من خلال النص عندنا شبكة المفردات للغابات عندنا كثير من المصطلحات في النص مثلا ذكرنا نحن بعض المصطلحات كالأشجار الأرض الأوراق الكائنات المجهرية الأغصان الطحالب الأخشاب الألياف وهناك العديد من المصطلحات الموجودة في النص لها علاقة بشبكة مفردات الغابات بالنسبة للإجابة عن سؤال الثالث هناك في الفقرة الرابعة الدليل في الفقرة الرابعة حين قال تلعب الغابة دورا هاما في الحياة فبالإضافة إلى ما توفره من الغذاء والخشب والدواء فإنها تساعد على التنفس إذن ننتقل إلى أركب وأقوم أولا أصوغ عنوانا مناسبا لكل فقرة من فقرات النص إذن بالنسبة للعنوان المناسب لكل فقرة من فقرات النص عندنا الفقرة الأولى التعريف بالغابات هنا حاول في الفقرة الأولى الكاتب أن يعرف بالغابات حين قال أنها ليست مجرد مجموعة من الأشجار وكذلك المهم هذا يوجد في الفقرة الأولى التعريف بالغابات بالنسبة للفقرة الثانية الغابات أنواع حيث ذكر أنواع من الغابات ثم الفقرة الثالثة كذلك تتمت وموصلت لأنواع الغابات التي ذكرها الكاتب في هذه الفقرة في هاتين الفقرة الثانية والثالثة بالنسبة للفقرة الرابعة والأخيرة تحدث عن الدور الهام الذي تلعبه الغابات في الحياة إذن الدور الهام الذي تلعبه الغابات في الحياة ثانيا ألخص النص كتابيا في خطاطة تشمل عنوان النص والعناوين التي صغتها لفقراته إذن بالنسبة للتلخيص النص الغابات نظم بيئية مليئة بالحياة وهي أنواع كثيرة وتختلف حسب الطبيعة مناخ المناطق التي توجد فيها وهي مساحات كبيرة في العالم وتلعب دورا مهما في الحياة بالنسبة لكل الكائنات ثالثا أقوم تعلمي من النص ماذا أضفت إلى رصيد المعرفي عن الغابات هذا النص أضاف إلى رصيد المعرفي الكثير عن الغابات كاختلافها حسب مناخ المناطق التي توجد فيها وأنواعها الكثيرة والمختلفة وأنها تسهم في صيانة المياه هنا رابعا أتحقق من صحة التوقع الذي افتردته قبل القراءة وأعلن ما توصلت إليه إذن بالنسبة لما توقعناه في بداية النص توقعي هنا كان صحيح نسبيا فالكاتب تطرق بالإضافة إلى ما توقعته إلى التعريف بالغابة وذكر أنواع الغابات إذن إلى هنا ننهي هذه الحصة وإلى حصة مقبلة بحول الله والسلام عليكم شكرا